طيب هو ان شاء الله النهاردة احنا كنا نمر الفاتحة تتكلمته على وقلنا ان في موضوعين دايما بنستخدمهم في حتة اللي هو الفارق بين الاثنين في الاصل ان ده يعني الارقام بتاعت الخاصة كل ده بتبقى ارقام خلاص اما بيرت بيبقى الارقام الخاصة ما بيبقاش بيبقى عبارة عن استوكاستيك او او راندم يعني نقصد بينه لها اكتر من هي مختلفة وكل قيمة لها الخاص بيه فاحنا اه قلنا كلمة دي طبعا ما هيش اسم حد ده دي اختصار فاخدنا اول حرف من كل كلمة وسموها بيرت بروغرام افاليواشن اند ريفيو تكنيك السي بي ام اللي احنا غطناها المرة اللي فاتت دي طبعا بيرت والسي بي ام اللي اتنين دول بيستخدموا عشان امانيج البروجيكت يعني هي احد التولز اللي بتستهدن في البروجيكت مانجمينت ان انا عشان اعمل سكيدولينج ليه البروجيكت اعمل بلانينج ليه البروجيكت كانان اللي بيتم على الورق قبل التنفيذ الفعلي ليه البروجيكت بيتم من خلال مساعدة الحاكتين ده والسي بي ام والكريتكال باف والبيرت سواء كان اه بيرت او ال سي بي ام خلاص هتشوف الفرق بعد شوية اه اه ان انا ان انا قادر احسب لكل اه اكتيبيتي اللي اربعة تايمز اللي قلنا عليهم قبل كده اللي هو الارلست ستارت تايم والارلست ليت اه فانش تايم والليتست ستارت والليتست فانش الاربعة تايمز اللي احنا قلنا عليهم المرة اللي فاتت بالقوانين اه بتاعتهم كل ده اقدر اعمله سواء كان في بيرت او سواء كان في في الاسي بي ام هو اقدر اجيب الاسلاك تايم والكلام اللي احنا قلنا عليهم يعني الكلام اللي تقال مرة فاتت هنعيده برضو تاني بس المرة دي باستخدام البرت اه تايم بدل الاسي بي ام تايم اللي قلمنا عنه المرة اللي فاتت اه من اصبوعين كده ايه البروجيكت نتورك زي ما قلنا قبل كده ان البروجيكت اقدر ارسمه في شكل نتورك واتفال ان النتورك هي عبارة عن مجموعة من النودز والاكس تمام النودز اللي هي التوائل والاكس اللي هي الايه الاسهم اللي بتبقى على اه النتورك ودايما ان النتورك دايما لها طريقتين في الرسم يايمة اكتيفتي اون ارك يايمة اكتيفتي اون نود يعني اما باعتبر النود الدايرة نفسها هي او ان الارك هو الاجتيفتي. فلو كان الارك هو الاجتيفتي يبقى النود هي البداية والنهاية بتاعة كل الاجتيفتي. يعني مثلا لو انا عندي الارك ايه? تمام? بدايا من النود رقم واحد للنود رقم اثنين. اذا النود رقم واحد لل cornd and the جنود بتاع الاجتيفتي ده. بتاع الاجتيفتي ده ده. ده gu هو لو اكتيفتي والنود يبقى كل نود هي اكتيفتي خلاص والاركس بتبين ايه السيكوانس فاع الاكتيفتي مين بيتم بعد مين ومين بيتم بعد بعد مين بالنسبة للجزء بتاع بيرت اللي احنا هنتكلم عنه هنا انت لو تلاحظ في مرة فاتت لما قلت بدي لك بتاع الاكتيفتي كنت بدي لك رقم واحد يعني الاكتيفتي ايه بيقود خمس ايام البي بيقود ست ايام كان دا كله او بدي لك رقمين اللي هو او النورمال تايم والكراشد تايم لكن هما اللي اتنين في الاخر الرقمين دول عبارة عن يعني انا في الظروف العادية في النورمال تايم هخلص الاكتيفتي دا في خمس ايام لكن انا قدر اشغل عمال وقت يضافي واستعمل رسوس اكتر ممكن اخلصه في يومين ازا دا او وده 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 لو كوست وده لو كوست ده لو نورمال كوست وده لو الكراش خلاص لكن في الاخر اما في بيرت تمام ما بيبقاش التايم بقى دا التايم الخاص بكل الاكتيفتي عشان ننفذ الاكتيفتي دا عبارة عن استوكاستيك تايم او بروبليستيك تايم تمام يعني بمعنى ان التايم بيبقى ان سيرتن يعني غير مؤكد عشان كده في الاسلوب بتاع بيرت من ادي لك ثلاثة تايم واحد بنسميه البسماستيك تايم والاكتيفتيك تايم والموست الاكتيفتيك تايم اللي هو نقص بايه اللي هو الوقت التفاولي يعني ده معناها ان ده اقل وقت ممكن تقدر تنفذ فيه الاكتيفتي دا يعني انا مثلا اتكلم على عمارة بتبانة زي مثلا الموضوع المحارب المحارب بتاعة العمارة كلها فالاكتيفتيك تايم لو انا متفايل قوي والدنيا ماشية الحياوة الاردية والكلام ده كله هنخلص المحارب بتاعة العمارة دي كلها في شهرين ده الاكتيماستيك تايم لذلك الاكتيماستيك تايم هو اقل وقت ممكن تقدر تنفذ فيه الاكتيفتي دا خلاص بافتراض ان الدنيا ماشي ايه زي الساعة وده بيحصل في الايديال كونديشنز يعني طيب كل حاجة ايديال كنه طيب عكسه اللي هو البسماستيك تايم بالعربة طبعا بيسموه الاكتيماستيك دلوقتي التفاولي البسماستيك تايمي اللي هو ايه ده اطول وقت ممكن تقدر تخلص فيه الاكتيفتي لو كانت الدنيا كلها متعابلة معك تبعد تجيب الرملة العربية تتأخر تايم يعني اقل وقت ده اطول وقت ممكن يبقى البسماستيك تايم ده عبارة عن ده بنسميه البسماستيك تايم وبعدين المست لايكلي تايم اللي هو بقى ما تبقاش الدنيا كلها وردية او الدنيا كلها متعابلة معك يعني ده بيحصل في واقع يا ساعة تلاقيه واحد تلاقي دايما الدنيا مبلطاش معك كل حاجة خلاص واحد تلاقي الدنيا ماشي معها زي الفل في كل حاجة دي حاجة نادرة ودي حاجة نادرة لكن ان الدنيا بتلطاش معك في شوية حاجات وبتمشي معك زي الساعة في شوية حاجات وده الوضع لايه الطبيعي فده بنسميه وده اللي الغالبية العظمية بيحصل يعني مثلا لو انا قلت ان انا اخلص المحارف شهرين ده وان انا اخلصها في سبع شهر ده الباسميستيك اذا المست لايكلي تايم يبقى حاجة ان بتوين بس نقوله اربع خمس شهور هنخلص ليه الكلام دي دي الفكرة بتاعت بيرت يبقى الفرق بين بيرت و سي بي ام ان السي بي ام بتعامل مع الطايم على انه دي ترميناستيك فاريبل لو قيمة دي ترميناستيك سواء كان النورمال تايم والتراش تايم لكن بالناسبة ليه بيرت بيفترض ان الطايم بتاعنا وبيتبع فيه كده اسمه مش محتاجين عنه تفاصيل اكتر من اسمه تمام علشان بيفترضوا ان الطايم في حالة بيرت ده في حالة الايه في حالة بيرت لكن بالنسبة في حالة ال سي ب ام ده بيبقى الطايم سيرتين الطايم مؤكد ان انا خلص المحارة في ثلاث شهور ده لو في النورمال طايم لو ضغطنا بقى وصهارنا العمال شوية كلام من ده هادر اخلصهم في شهرين لكن ده دي ترميناستيك وده دي ترميناستيك يعني فعلا في العاجة طبعا حلصها في ثلاثة ولو ضغطت على نفسي وشغلت العمال اوبر طايم تمكت Tangs بتعارفين ال random variable هو variable لقيا مختلفة وكل قيمة لها لبرابيليتي الخاص ففي بيرت او في حالة بدي لكل اكتيبيتي سري تايمت يعني بقولول ان بيرت زي سريتايم أسسمت أبروش ان انا بده لكل اكتيبيتي تلاتة تايمت اللي هو الأبتومبيستيك تايم والبش Folksimistic تايم والمست اللي كلي تايم وبالتالي يبقى أنا كل activity عشان أخلصه خلاص بنفترض أن time بتاع activity ده بيفولو حاجة اسمها beta distribution beta distribution أن time بتاع activity بيقاله ثلاث قيم إيه هما الثلاث قيم زي ما قلنا optimistic time and most likely time وبالتالي يبقى average بتاع يعني طالما له ثلاثة time إذن له average خلاص يبقى أنا عندي activity هبقى له ثلاثة اللي هو optimistic and most likely طب لما يجي software يتعامل عشان يحسب critical path والكلام ده كله والtime بتاع completion وكلام من ده بيشتغل على average بس هنا average مش مجموعة ثلاثة على عددهم يعني مش هجمع اللي أنا عايز أجيب average time بتاع activity ايه والactivity ايه ده أنا أعطي لك optimistic time يومين والmost likely time ثلاثة والباسميستيك طايم أربعة هنا الـ average time مش هيبقى مجموحهم على ثلاثة ليه؟ لأن أنا هنا بحسب بقى weighted average weighted average بالنسبة لي تعالوا بس كده الرموز تحته الـ a هنفترض ان الـ a ده ده الـ optimistic time أو الـ optimistic completion time estimate للـ activity معين أنا هنا بأتكلم على كل activity اللي هو ثلاثة times والـ b ده pessimistic time ده pessimistic completion time estimate والـ m ده the most likely completion time estimate يبقى أنا كل activity هتديره تلات قيم الـ a والـ b والـ m الـ a ده optimistic time وقالنا optimistic time هو عبارة عن ايه أقل وقت ممكن لتنفيذ الـ activity يبقى ده the shortest time to complete an activity والـ b اللي هو pessimistic time ده عبارة عن longest time to complete an activity والmost likely time ده اللي هو الـ in between ده اللي في غالبية العظمة ده اللي بيحصل فلما تيهي تحسب average تمام العادي اللي انت تعرفه مفروضة تأخذ الايه زائد بي زائد لايه متاسم على كام على ثلاثة لكن الكلام ده مش كده ليه لأن probability بتاعت بتاعت ان اي واحد من الـ time دول انه يحصل مش متساوية خلاص يبقى بالتالي يبقى كل time من دول له weights عبارة عن mean completion time بتاع activity يبقى activity mean completion time بيسوي اللي هو t بيسوي الـ a ده اللي هو optimistic time زائد اربعة m خلاص زائد b على ستة يعني كان نعطى الـ weight بتاع optimistic time واحد والweight بتاع time واحد والweight بتاع most likely time كام اربعة وبالتالي يبقى a زائد الفور m زائد b على ستة جات مين الستة مجموع الـ weight دايما بيسوي يا جماعة خاص ضرب القيم في الـ weight على مجموع الـ weight فالإيه الـ weight بتاعها واحد والـ weight بتاعها واحد والـ m الـ weight بتاعها اربعة يبقى كده مجموع الـ weights كام زائد اربعة زائد واحد بكام بستة فهنقسم على ستة يديك الـ weighted moving ازا المعادلة دي جات منين هي دي معادلة بتاعة بتاع الـ distribution ده معادلة طبعا معادلات كبيرة كده مش مش سهول فأنا هنا بالنسبة لي يبقى الـ بتاع الاكتيف تماك حسيبوها حسيبوه ازاي هاخد ازا اربعة ام زائد بي على ست بتاخد اربعة في زائد وتيسم على ستة ودي الستة جات من الستة زي ما قلنا الستة دي يبقى عن مجموع الـ weights لان هنا انا باخد الـ weighted moving average فما تجمع A زائد B زائد M واسم على ثلاثة كده انت بتفترض ان الثلاثة time دول وغدين نفس الـ weight فاكرين لما كنا منتكلم عن الـ forecasting فكان في وفي الـ weighted moving average ان انا كنت بجمع القيم واسمع العدد هم وقوم نعيب الطريقة دي ان هي بتدي الفترات اللي داخلة في حساب average عشان جدها باجمع الثلاثة على عددهم فانا لو قلت عاطي و و الثلاثة نفس فكان المفروض اجمع الثلاثة واسمع ثلاثة لكن طالما اني لهم مختلفة خلاص فلازم احسب وكي طب هما قالك هندي بتاع و زي بعض و بتاع المست لايكلي طايم اربع لان المست لايكلي طايم ان يحصل هي اربع ضعاف الاوبتوماستيك والباسماستيك كان الاوبتوماستيك والباسماستيك دول حاجات نادرة ما تحصل لكن اللي في معظم الاحيان هيحصل هو المست لايكلي طايم اذا المعادلة دي جات من كده وحطة الويتس دي جاي بقى من البيتا دي سيبوشن هو اللي بيدي ويتس بالشكل البيتا هو عبارة عن لو كان الويت لو ثلاث قيم لو ثلاث قيم وبنفس المسمية دي والويت بتاعهم زي ما احنا شايفين واحد واربعة واحد خلاص كده طيب كيف كان الويت بتاع هي اسما بقى بالكالبليتور تطلع لك كم في الميت اهو انا اسما اهو عشان ايه تطلع لك كل واحدة بتمثل كم في الميت فانت دي اهو اهو ادي واحد اوبر سيكس ستاشر في الميت يعني كان اعطي ويت ليه الابتوميستيك تايم ستاشر في الميت والبسماستيك تايم ستاشر في الميت يبقى ستاشر وستاشر كام اتنين وثلاثين يتفضل الباقي هيبقى التمانية وستين في الميت ده ليه المست لايكلي طان فالو انا اسمت اربعة على ستة هتديك اللي ايه الباقي اللي هو سبعة وستين او حسب انت بقى التقريب هتقرب لكم رقم عشري والامور لكل في كمنا كده القصة دي جمع يبقى عشان كده يبقى الاكتيفتي مين كومبليشن تايم اللي هو تي بيساوي ايه زائد اربعة ام زائد بي على ست ده كانه بتاع التلاتة تايم طب بقى بيساوي ايه تمام اي او بيساوي الجزر الكلام ده يعني البي مينس دي اعلى ست في تايم البي مين ال اي على ست والكلام بيقول ده اثبت اثبت اه اثبت اثبت اذا ر standalone على كورس البرابيليتي هتلاقي فيه حاجة اسمها البيتا ديستيبوشن هتلاقي عليه مسائل بقى ازاي تحسب البرابيليتي سوكلان من ده احنا مش مطلوب مننا غير ان انا اعرف اسم الديستيبوشن هو اسم البيتا ديستيبوشن وان الافرش بتاعة تايم بتحسب بالمعادلة دي والباريانس بتاعة تايم بتحسب بي المعادلة دي. اذا السيجما سكوير اللي هو الباريانس بيساوي بي ماينس الاي على ستة الكل سكوير. خلاص? وبالتالي يبقى الستاندرد فيجن بيساوي السكوير روز بتاع الفاريانس. يعني الستاندرد فيجن بيساوي البي ماينس الاي على ستة. بي ماينس اي على ستة يدينا الستاندرد ديجن. قد عنده اي استفسار لغاية دلوقتي ايجما? يبقى هنا بالنسبة ليه اه في حالة استخدام البرت او الان سيرتين اكتيفتي تايمز بنقول ان السريه اه تايم اسمت اللي احنا اشتناهم دول. اما دي تحسب الكريتيكال باث دي تفترض ان المين بتاعة تايم هو اللي ايه هو اه كانه فيكس تايم وتتعامل بقى زي ما تتعاملنا قبل كده. يعني افريد انا عايز اجيب الكريتيكال باث وكنت اعطيلك التلاتة الطايم لكل اكتيفتي. فانت اول حاجة تعمل ايه? تروح تحسب الاكسبكتة الطايم. اللي هو الافراج بتاع الطايم او المين بتاع الطايم. بنسميه اكسبكتة بنسميه مين بنسميه افراج. دي اللغة بتاعت اللي ايه? يبقى كلمة الافراج هي المين هي الاكسبكتة فاليو. التلاتة دول نفس المعين. خلاص? فهنا لما اجي احسب المين او الافراج او الاكسبكتة فاليو لكل اكتيفتي هتطبقى المعادلة اللي فاتت بتاعت ايه? بتاعت ايه. بقى في الاخر عندي حولت التلاتة الطايم اللي هم الاوبتوميستيك والباسميستيك والموصل ايكلي الى طايم واحد اللي هو الاكسبكتة طايم او الافراج. وتقدر تعمل بقى السي بي ام اللي عملناه قبل كده باستخدام الافراج ده. باستخدام الافراج ده. خلاص كده. ادي دي الفكرة اللي احنا بالنسبة. طيب. يبقى انا هنا. لو انا عندي سري تايمز وعايز اجيب الكريتكال باث. يبقى انت هتحاول السري تايمز دول هتكريات منهم طايم واحد. اللي هو الافراج او المين. اللي هو بيساوي الايه زائد ارباع ام زائد البي على ستة. جبنا الاكسبكتة طايم او مين او الافر. وتجيب الكريتكال باث بالطريقة اللي شوفناها المرة اللي فاتت طيب هما لقوا ايه ان الوفر اول فكن لما حسبناها في المثال اللي فات كان بين 23 على ما تذكر اما جبنا total time ده قلنا ان المشروع عشان يخلص في الظروف العادية هيخلص فيه 23 يوم فلقوا ان time ان total completion time بيتبع normal distribution لكن activity time بيتبع الايه beta distribution يعني activity time بيتبع beta distribution لكن completion time بتاع المشروقة كل لو عبارة عن normal distribution بمين يساوي ايه او ال average بتاعه بيساوي مجموع means الخاصة بالactivities اللي على critical path بتاع project احنا شوفنا ازاي نجيب critical path اللي هما activities اللي هروا وبعض بيبدأ من البداية انتهي في النهاية وبيكون اطول واحد في network كله فلو انت جيت حساب مجموع كل activity على critical path low average time محسوب لو انت جمعت ال average time ده يديك ليه يديك المين بتاع completion time ككل والvariance والvariance بتاعه بيساوي مجموع الvariance الخاص بالactivities المبوضة على critical path يعني انت خلاص جبنا critical path زي ما شوفنا قبل كده طلع a c d f خلاص طيب مجموع critical path قلنا بيمثل completion time بتاع project ككل طيب project time ده قلنا normal distribution النormal distribution لازم اعرف ال average والvariance او standard deviation فالاverage بتاع normal distribution ايه هيساوي مجموع ال average بتاع ال activities اللي موجودة على critical path ونفس الكلام ال variance بتاع total completion time بيساوي مجموع ال variance بتاع critical activities بتاع project بس كده طيب عشان ايه الكلام ده هنحسوب طبعا هنستفيد ايه من الكلام ده هنا بقى حتة بقى بيرت قدر احسن منه probability ان انا خلص time او خلص project within time يعني اعايز اقول لك ما ايه probability ان انا خلص ال project ده في سنتين ايه probability ان انا خلص ال project في زمر يطرح ما بين سنتين الى سنتين ونص او اكتر من سنتين اقل اي حاج اي حاج خوريك examples على probability شوية ازاي بنحسن خلاص كده يبقى احنا كده في حاجتين معلومتين المهمين بالنسبة ل the activity time is a beta distribution وال total completion time is a normal distribution بالنسبة ل time بتاع activity low average وال low variance ال average بيساوي ال a زائد 4m زائد b على 6 طب ال variance بتاع time بيساوي b منس a على 6 الكل square طب completion time بتاع المشروع ككل مش بيتبع بقى ال beta لا بيتبع normal distribution طب normal distribution low mean دايما كل distribution جماعة low mean ولو variance فالمين بتاع normal distribution الخاص بالcompletion time هو مجموع المين بتاع بتاع activities أو critical activities طب variance بيساوي مجموع variance بتاع critical activities بتاع كده فعلا نشوف example على الكلام ده عشان نفهم اللي احنا بنقوله تمام طب ال example ما حدك كنت بتقول حاجة بتفرما بين المين والبيتا معلش ايه البيتا بس البيتا ده طب مش هت اسمها عن حاجة اسمها normal distribution تمام تمام ففيه برضو حاجة اسمها beta distribution يعني فيبوس اسم البيتا اسمه priority distribution فيه distribution مختلفين 80 هتلاقي منهم هتلاقي منهم normal distribution خلاص بالشكل اللي انت عارف هتلاقي منهم حاسمها باسون distribution حاسمها binomial distribution حاسمها برنولي distribution حاسمها البيتا distribution حاسمها الجام distribution كل distribution له خصائص ده شكل له معادلة له مين له خلاص يعني انت لو تفتحت الكتاب اللي بقول لك عليه ده هتلاقي مثلا عنوان كده normal distribution ايه بقى هيجوب لك ايه شكله ايه الرسمة بتاعته ايه المعادلة بتاعت normal distribution ايه اكيد ممكن تكون شوفتوا قبل كده المعادلة بتاعت والمين بتاعه اللي هو الميو والفارينس اللي هو السيجما سكوير خلاص فانت كتير جد يعني انت لو بتدخل عن probability solutions هتاخد حاجة كتير جد ولكتاب في 80 probability solutions مختلفين الاسباساس فيش كتير جد هتلاقي فيه البعصون وهتلاقي فيه الجامعة والبيتا والنورمال وهتلاقي برنولي واسامي كتير جد كل لقى حصائص لو استخدام لو مين لو بارينس طيب بالنسبة للموضوع نحن نتكلم فيه انا عندي حكتين الاجتافيتي تايم خلاص ويه البروجيكت كومبليشن تايم الاجتافيتي تايم بيتبع البيتا دي سيوشن ايه بقى البيتا دي سيوشن ده البيتا دي سيوشن قالك ان كل اكتيفتي يبقى له ثلاثة واحد اسمه والتاني اسمه والتالت اسمه والتالت وبالتالي انا عندي الوقت يبقى البيتا لو اي بيتبع البيتا دي سيوشن يبقى له كان قيمة له ثلاثة مروجيكت لكن لو هل له ثلاثة قيم بس لا ده قيم بالهاب زي اطوال الناس اطوال الناس دي هل انا اقدر لك هي الناس يطولها مئة وسبعين مئة وتمين وتسعين خلاص على كده ما ينفعش ان اطوال الناس قيم مختلفة عدد لا نهائي عدد لو بالتالي قيمه بتتراوح من مينس انفينيتي الى انفينيتي يعني لما ترسم الانفينيتي هيبدأ من وينتهي عند المينس انفينيتي خلاص ده اي قيمة تنفع دي معنى يعني 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 هنقول من متر شوف نحن حد طوله ثلاثة متر بكده مفيش يعني من متر مثلا الى اثنين متر ونص نفترض اطول واحد طوله اثنين متر ونص يبقى المتر هو ده الـ والاتنين متر هي الانفينيتي لكن اي قيمة تنفع اه تنفع ده البيتا يبقى هنا لو بيتبع بالفاريو ده بيغو تفهم قيمة ثلاثة بس مرغوش كده قيمة اسمها A وقيمة اسمها B وقيمة اسمها A ال-M ال-A هي زي ما قلنا عبارة عن ال-optimistic و-B و-M اللي هو ال-M فهم لقوا ان ال-activity time بيتبع ال-Beta distribution ولغتها تقيم ال-optimistic وال-bestimistic وال-most likely لكن المشروع بيولوجي كده ملوش ثلاثة قيمة هو المشروع أي مشروع في الدنيا يخلصه في سنة اثنين في ثلاثة لا أي مشروع في الدنيا هل يخلصه يما في خمس سنين يما في سبعة يما في تناشر لا ده ممكن يخلص في أي وقت وبالتالي يبقى total completion time بتاع المشروع إذا normal distribution أما activity time مش normal ده ده ايه ده بيتا وبالتالي البيتا له ثلاث قيم لكن normal له عدد مفتوح من القيم فهو ده اللي أنا كنت بقوله من شوية إن الأهوز حتى المثالة بص كده ما جيت تأدي لك activities كل activities حتى تدك كم time ثلاثة أول time اللي هو optimistic time وبدأ هتليعها الواحد ثاني time most likely time وبعدين بسمastic time بص optimistic time ده أقل وقت ممكن قدر نفس فيه activity ايه ده اربع تيام هنا بالأول اربع ساعة خلاص اما لو تلكعنا بقى وخدنا راحتنا فأطول وقت ممكن كام ثمان تيام يعني الاربع سوري هي ساعة مش مش ايام يعني هنا الاربع ساعات دي ده لو أنا بقى ايه يعني اشتغلت بايدي واسناني وجبت كل الناس وكل ناس ملتزمة بالموعيد وكلام ده كله حدش هيتأخر الثانية الحاجة دي هتخلص في اربع ساعة تخلص في اربع ساعة كأن مثلا جبت نقاشين عندك كده وقول طوله ما أنا عايز الشقة دي تخلص في اربع ساعة يبقى هيشتغلوا ايه بكل ما يملك وهيخلصوا لك في اربع ساعة يبقى ده الاوبتوماستيك تايم هل يدروا يخلصوا في تلاتة لا ليه لان الاربع ساعة دي ده عبارة عن المينمم تايم ان انا خلص الاكتفة ده حتى لو عملت ايه مش هيخلص في اربع ساعة ادي فكرة الاوبتوماستيك تايم طب البيتوماستيك تايم الناس بقاعدت تتلكع بدل ما بيبوا في معاد بتأخروا شوية وناخد لنا يومين اجازة في النص وعادل العمال اللي بيشغلوا في الحتة دي ستة النهاردة غاب اتنين بكرة غاب واحد يعني الدنيا ماشية عكس عكس الزمن فهيقرص في ده تامن ساعات اذا تامن ساعات ده ده بنسميه البسماستيك يعني الوقت المتشاق وبالتالي ده اطول وقت ممكن تقدر تخلص فيه الاكتفة ده يعني عدت تتلكع بكل ما تملك خلاص تامن تيه المست لايكلي بقى اللي هو دايما يبقى ايه ما بين الاتنين خلاص مش تازم بقى في النص بالظبط ان الدنيا ماشي وردية ساعات وساعات لأ لكن هنا الدنيا ماشية وردية هنا الدنيا مش ماشي الدنيا ماشية بتعكسك دايما بتعكسك دايما تنزل الصبح وتوبيس يتأخر وتوبيس جي يعترف السك وصلت الشغل تلاقي مثلا اللي بيفتح المحل اللي انت بشغل فيه مقفول ما إسه ما جايت حاجات كده يعني زي ما بيحصل زي ما بيحصل في الوقت لكن هنا لا الاربع تنزل بتوبيس جايك معاده هتوصل معادك لأن الراجل فاتح المكان تخش نتشغل على طول الكصص دي كلها هتظهر اللي بضغير هدومة هتلاقي هدومك موجودة التاني هيروح هدومه حد مخبهها لو هتظهر عليها قد قصص كده حد عنده مفهومة كده يا جماعة فهنا الاكتيبيتي time is a beta distribution ليه إن البيتا decision هو إن الفاريبل بياخد ثلاث قيم بس اها يا اربعة يا ستة ما ينفع لا ينفع يخلص في سبعة ولا في ستة يا سوري لا في سبعة ولا في خمسة هو مأملوش غير الثلاث قيم دون ده بالنسبة ليه البيتا distribution لكن النوربال دي كلها اي قيم اي قيم يعني لو كان الاكتيبيتي تايم ده بيتبع النوربال اذا اي تنفع اي تنفع لكن في حالة البيتا ما لهوش غير ثلاث قيم وهاكذا بقيت واكذا بقيت كل هيبقى له كم تايم تايم كل هيبقى له ثلاثة تايم واحد يسمى فهمنا الحتة دي جمع وبالتالي طالما فضل اصلاح اه كنت بس احنا خلاص المويند ست بتاعتنا كانت مترستاعة على شكلها عاملة ازاي يعني كجراف لو الكتاب اللي حضرت بتاكي يعني دوت بس تشاير هنا يبقى الواحي بس ياخد فكرة ان خلاص كل الدنيا كانت بالنسبة لنا يبقى الواحي يبقى انا هنا بالنسبة لي يبقى احنا عندنا لغاية دلوقتي سمعنا اسامي اتنين واحد اسمه النورمال احنا عارفينه وسمعنا عنه قبل كده ان معظم الظواهر الطابعية بتاخد شكل زي اطوال الناس تمام اطوال الناس دي ظاهرة طبعيا تمام لها افريج ولها ستاندرد فيش يعني لو تفتكروا حتى المثال اللي انا قلته على اطوال الناس فيه اما قلت بتكلم في الستاتيستيكس مثلا اوكي لو انا ترسيت لغاية العظمة منكم فقلتلكم مثلا ان الافريج في اطوال الناس في مصر مية وسبعين سانتي ده الادلت الميل وستاندرد فيش ان عشر تمام وبالتالي لقينا ان تسعة وتسعائين في المية بونت سبنتي فور برسنت من اطوال الناس كانت وعى ما بين المية واربعين سانتي الى اتنين متر وانما اطوال من اتنين متر ولقلم دول 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 والاوتلايرز الموجودة عندنا في ده النورمال اما بالنسبة اذا اي قيمة في الرينش مسموح بيها لكن البيتا دي سوشن لا ان الفاريبل امتى يتبع البيتا دي سوشن لو 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 تلت قيم بس يبقى اي فاريبل لو تلت قيم فقط لا غير اللي بدأ بيتبع البيتا دي سوشن والتلت قيم زي هتش شايف اكيد في رقم اصغر في رقم اكبر في رقم في النص طالما هما طلقت ارقام لازم يترتبوا كده خلاص ادي اربعة ستة تماني واحد ادي كل اكتيفة ازا ما احنا شايفين لو التلاتة بالساعات ادي والبسماستيك ولازم تمشي كده ده اقل حاجة ثم ده اكبر ثم ده اكبر لازم تمشي كده اي حاجة غير كده يبقى فيه حاجة او فيه معلومة غلط معي طبعا وهنا طبعا جيب لك ادي بتاع كل اكتيفة مين بيصبقوا ايه رصق كامل انت كنت هتديه على الصوفت وير فانت لما تجيش تشغل على الصوفت وير في حتة دي هتلاقي في حتة مكتوبة اللي هي سري تايم سري تايم هتختارها هايجيب لك كده هيسألك عندك كام اكتيفة ثم دول حت عشر هتقول له هايجي عامل لك جدول زي ما انت شايف كده جايب لك التلاتة بالترتيب ده وادي بتاع كل ايه هتدخل البيانات هيبدأ هو يحسب ايه اول حاجة هروح يحسب او المين بتاع كل اكتيفة هيتطبق المعادلة بتاعة ان التي بتساوي اربعة زائد ده اللي هو الاي زائد اربعة ام زائد الايه البي على ست يبقى اربعة زائد ستة فاربعة زائد تمانية على ست يديك الافردش تايم بتاع الاكتيفة ده وهكذا الاكتيفة بي يبقى اون زائد اربعة ونص فاربعة زائد ايه خمسة على ست بعدين تلاتة زائد تلاتة فاربعة زائد تلاتة على ستة وهكذا جبنا الاسبكت تايم اما الفاريانس بتاخد التمانية من اعصر باعة على ستة الكل تربية خلاص يبقى تمانية رقصة اربعة باربعة اربعة على ستة بتلتين تلتين تربية بقى جيب التربية بتاعها يطلع اربعة على ايه ستة وتلاتين واحد كزا او اربعة على تسعة وانت ماشي بقى ايه لغاية الايه العشن عشان كده ادي اول خطوة عملناها جيبنا ايه عشان دي دي الرسمة خلاص الرسمة هنا متقسمة مربعات عشان نكتب جواها ايه فكنا ما كنا بنحسب واللاتي ستارت تايم فيكتبوها هنا ده اسم هنا عملها اكتيفتي اون نود زي ما قلنا اكتيفتي هنا معمول اكتيفتي اون نود في المرة اللي الفاتة عملناها اكتيفتي اون ارك سواء كده او كده السوفتوير بيشتغل اكتيفتي اون ايه اون نود يعني هنا اطور ادل اكتيف زي ادل ا ا والسي او د ورعي البريدسسرز بالقاسم خلاص طب هنا ليه مقسمها كده مقسمتها كده عشان المربع اللي تحت الحرف الحرف ده اسم ده ايه بس خلاص هيكتب هنا في المربع اللي تحتيه على طول اللي هيتحسب من ايه من الدات يبقى اربعة زائد اربعة في ستة زائد تمانية على ستة اللي هو اين اوه محسوبة ايه هتطلع ست خلاص ده الاسمه 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 اسمه المين تراثلون نفس المعين خلاص هو المين حسبه ازاي ده بالمعادلة ان التي بتساوي الا زائد اربعة ام زائد البي على ستة يعني كان هنا باخد اربعة زائد اربعة في ستة زائد تمانية على ستة هيطلع لك القيمة الاونية اللي هي الستة دي الستة دي في الرسمة بيحطوها في المربع اللي تحت اسم الاكتيفتي على طول طب المربعين الكبار التانين هنحسب اي كتب فيهم الاربعة اللي هو والirty بالكاتبة هنا جانب بعض ادي هنا اتنين ده جانب ده авать ده والتاني برضو ادي ده جانب ده هنكدة الكلام اللي هيعملولك الايه ال�� انا شرحتها لكل مرة اللي فاتت. هي هي نفس الطريقة الشرح. تمام? والسوفتوير هيعمل. لكن طبعا راجع بقى الطريقة اللي انا شرحتها للمرة اللي فاتت. ازاي بنحسب الاربع القام اللي شفناهم قبل كده. اه. اه. ادي الفاريانس زمان. هيوضي بي مانس الاي على ستة الكل فافين. في ادي البي كانت تمانية. تمانية نقصة ربعة. مزبوط كانت تمانية واربعة. اه. اه. اما اجي احسب الفاريانس هنا. يبقى هنا تمانية. اصفалоة على ستة الكل التربية. تمانية اصفعة باربعة. على ستة يبقى اتنين على ثلاثة الكل التربية. اتنين على تلاتة تربية. وكام باربعة على تسعة. ايدي الفاريانس. اللي بالنسبة ليه هو 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 بتاع الكلمة هو بتاعت كلاش. هيه تطلع اتنين على ثلاثة. تلتين. تلتين يعني بوينت سيكت سبن. تقريبا. اعتabi كده الكلام ده. ايبقى ش Jagd. وال拜يم ساتحسبه بالقانونين اللي اللي قلناهم بعد كده. طيب اشمعنا القانونين دول؟ لأن التفقنا. إن الـ activity time بيتبع الـ beta distribution. والـ beta distribution بيتحسب الـ mean بتاعه والـ variance بالمعادلتين دول. خلاص؟ والـ beta distribution لازم الـ time بيقاله ثلاث قيم بس. خلاص؟ واحد اسمه الـ optimistic والتاني بـ domestic وتاني most likely time. اللي هما الـ A والـ B والـ M اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. في حد عنده أي استفسار حتى الآن؟ عصبنا بقى الـ 4 times. ادي الـ earliest start time. اللي هو الـ ES. والـ earliest finish time. والlatest start والlatest finish. تمام؟ محسوين بافتراض أن الـ time هو الـ expected time. يعني اشتغل بقى الـ expected time و time واحد. وحسبنا زي المرة الفات. وادي ليه الكريتكل او الـ slack time. الـ slack time. زي ما قلنا الفارق بين الـ finish او الفارق بين الـ A الـ start. يعني الـ LS-LS او الـ LF-LF. يديك الـ A الـ slack time. يعني 6 نقص 6 او 0 نقص 0. هنا 9 نقص 5 او 5 نقص 0. يدي الـ critical time. الـ critical time اللي بيساوي 0. ده خاص بالـ critical activities. يعني هنا الـ critical activities اللي عندي هي الـ A والـ C والـ F والـ I والـ K. اللي هي هتلاقي الـ slack بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي 0. خلاص؟ هنا دول الـ critical activities. وهنا يعني هي الـ critical activities اللي هي اي تأخير فيها بيأخر الـ project. واي تبكير فيها بيبكر بيخلص الـ project بادري عن ما عاده. خلاص؟ وهنا الـ critical activities دايما الـ slack بتاعها بيساوي 0. الـ slack time هو الوقت المسموح بتأخير الـ activity من غير ما يأثر على total time بتاع الـ project. و بالتالي بالـ critical لازم الـ slack يبقى صفر انه غير مسموح بتأخير اي تأخير اخر project. ولو خلصتها بادري عن ما عاده تخلص الـ project بادري عن ما عاده. فهمنا كده؟ أما الـ non critical زي الـ B مثلا. بص الـ B عنده الـ slack time خمسة. يعني معنى كده ايه الخمسة دي معناه؟ معناها ان انا اخر اقدر اخر الـ activity B خمس ايام من غير ما يأثر على total project تعميل. total time بتاع الـ project ككل. وبالتالي انا اقدر بقى استغل الحتة دي. الـ resource بتاع الـ B دي استغلها عشان تدعم بها الـ A والـ C والـ F والـ I والـ K لما critical. عشان تخلصهم في موعدهم او تخلصهم كمان قبل موعدهم خلاص. لكن ده لو تأخر كمسة ايام مش يا أصل. ده تأخر ست ايام يتأخر. بس اكتر من كده يا أصل. ده سبع. ده one. ده one. كده الفكرة. بتاعة الـ critical activities. وطبعا هنا total completion time بتاع المشروع ده. هيبقى كام؟ 23 يوم. اللي هو اكبر رقم تحت عندكو. 23 يوم. خلاص. فهنا الكلام المشروع ده هصغر لكده هايبقى. اذا الـ estimated project completion time. هو عبارة عن الـ maximum EF. زي ما انت شايف. ده 23 عشرين اللي بتاعنا معانيها بالمربع. وده موجودة عند النود رقم سبعة. اللي هي بتساوي 23 وعشرين لما هتحسب الـ time. اهو. ادي كده حسبنا لك اللي اربعة times جوه المربع. ده هنا بافتراض ان activity on node. خلاص. ادي ده activity time. ده activity. وده الـ expected time. يعني ده activity D. والـ expected time بتاعه خمسة. activity A. expected time بتاعه ستة. activity D. expected time بتاع 1. اللي اتحسب بالمعادلة. وهكذا بقيت الـ A. ودول ادي الـ time اللي فوق. ده اللي هو الايه الـ start. ده wireless start. وده latest start. وده wireless finish. وال latest finish. وهكذا بقيت الايه بقيت الحاجات. خلاص. والcritical path. زي ما احنا شايفين هو الـ A. C. F. I. K. قلنا لازم يبدأ من البداية. وينتهي في النهاية. لاحظينا الـ project. معمول activity on node. ده نقطة start واحدة. وده نقطة finish واحدة. زي ما احنا شايفين في الاخر. يبقى الـ critical path بتاعي هو الـ A. C. F. I. K. تمام. لو انت جمعت الـ expected time بتاعهم يبقى دي ستة. زي التلاتة يبقى تسعة. تسعة. واربعة. تلاتاشر. تلاتاشر وخمسة. تمنتاشر. تمنتاشر وخمسة. تلاتة عشر. تلاتة عشر دي هي عبارة عن الـ project completion time. الـ project completion time. الـ project completion time. اللي اتفقنا انه بيتبع normal distribution. خلاص. المين بتاعه؟ بيساوي مجموع الـ average بتاعت الايه؟ بتاعته الـ critical path. اللي هو الستة ولا التلاتة ولا الاربعة. والـ variance مجموع الـ variance. اخذ الـ activity دي. اجمع الـ variance. يديك الـ variance تاعة الـ project ككل. اه. اكبرها بقية تاني. ادي الايه؟ الـ critical path. دعنا نشوف ادي اه. الحتة بقى بتاعت الايه؟ الـ overall project completion time. قلنا ان الـ overall project completion time. قلنا بيتبع normal distribution. low mean بيساوي الـ summation بتاعت الـ means الخاصة بالـ critical activities. low variance بيساوي الـ summation بتاع الـ variance بتاعت الـ critical activities. اذا لما اجي اطبق الكلام ده. يبقى المين هنا بتاع الـ completion time بيساوي ايه؟ بيساوي ادي مجموع المين. ده اللي هو الميو. دايما المين بتاع الـ population من الموصله. ميو. فانا هنا يبقى الميو بتساوي ستة زي تلاتة زي بعض. بتطلع تلاتة وعشر. الستة وتلاتة والأربعة ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الـ expected time. الخاص بالـ critical activities. الـ expected time. اللي هو كان الرقم المكتوب تحت الايه؟ الـ activity name. واللي احنا حسبناه قبل كده اللي هو ده. خلاص؟ فانا هاخد الـ activities اللي هي تطلع الـ critical. جمع الـ expected time. يديك الايه؟ يديك المين بتاع الـ completion time ككل. والـ variance. هاخد الـ variance برضو بتاع الـ critical activities. من هنا. هادي الـ activity activities اللي هما اللي متعلم عليهم باللون الأصفر دول. هتروح تاخد الايه؟ الـ variance بتاعهم. تجمع الـ variance بتاعهم. خلاص؟ لما تجمع الـ variance يديك الايه؟ يديك الـ variance تاع الـ project ككل. اهو. اللي احنا عملنا هنا اهو. بنفس الطريقة. يبقى ادي يبقى الـ expected time. او المين بتاع الـ completion time. او المين بتاع الـ normal decision ده. هيساوي تلاتة وعشرين. والـ variance بتاع الـ project completion time. هتجمع الـ variance تاع الـ activities المختلفة. اللي هو الـ A والـ C والـ F والـ H والـ K. هما دول الـ critical. اجمع الـ variance. هيطلع بيساوي ايه؟ بيساوي 2. خلاص؟ هتجيب الـ square root بتاع الـ variance. يديني ايه؟ الـ standard division. ان انا عشان احسب الـ probabilities. انا محتاج الـ standard division. ومحتاج المين. ومحتاج المين. مثال كده على الـ probabilities. مثال على الـ probabilities. طب انا عايز اجيب دلوقتي. ايه الـ probability. ان انا اخلص الـ project. او. the probability. the project. will be completed within 24 hours. ايه الـ probability. ان انا اخلصه within 24 hours. within 24 hours. معناها ايه؟ معناها. او ممكن اقول لك ايه الـ probability. ان انا اخلص الـ project ده. في الـ time بيتراوح ما بين 22 ساعة الى 25 ساعة. طب ايه الـ probability. ان انا اخلص الـ project ده في الـ time اكتر من 26 ساعة. وهكذا. انا بقى هستخدم. normal distribution. خلاص. فتعلي دي هشرح على كده ايه. عشان اعايش شوية الـ statistics. كده هشرحهم سيادة. تمام. عشان نفهم الموضوع ده. يبقى انا دلوقتي ايه؟ عايز اجيب الـ probability ان انا اخلص الـ project within 24 hours. انا ما يفتح ده. كده انا ايه شرحت لك بس الصفحة ده. يبقى انا عايز اجيب الـ probability. that the project will be completed within 24 hours. خلاص. طبعا هنا. هنقول لك سبوز ان الـ completion time of the project is x. يبقى انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الـ probability ان الـ x اقلل من او سوى كام 14. خلاص. هنفترض ان الـ completion time هو عبارة عن random variable هنسمي x. خلاص. يبقى يبقى اذا ان انا عايز احسب الـ probability ان انا خلص الـ project within 24 hours. يعني كان انا عايز اجيب probability ان الـ x اقلل من او سوى 24. طب احنا عشان نحسب الـ probability. خلاص. بنعمل ايه؟ بحول الـ normal. ما الـ x دي normal decision. خلاص. بحول الـ normal الى standard normal. اللي هو كان اسمه ايه؟ الزد. فكان الزد. اللي هي الـ standardized value. خلاص. بحول الـ x الى z. بالمعادلة بتاعة الزد اللي انتو فاكرين. ان الزد بتسوي ايه? اكس. ناقص ميو على سجما. الاكس. اللي هو اللي هي الـ 24 دي. ناقص الميو اللي هو 23. على سجما اللي هي one point forty four. اللي كنا حسبنا من شوية. ادي الميو 23. والسجما one point four. فبحول الـ x الى z. طب ليه بحول الـ x الى z ? عشان استخدم الجداول بتاعة الزد. الاكس ملاح 얼마나 جداول. يعني الجادول اللي موجود. هو الجدول بتاع الـ normal distribution اللي موجود في القطب ده. ده جدول بتاع الـ standard normal distribution. مش النحن. مش الـ x ده زد. الجدول اللي زد. اذا لن io لازم احوال الـ . حشان اقضر استخدم الجدول بتاعة الايه ? standard normal distribution هو جداول normal distribution هي الجداول standard normal distribution. طيب إيه الفارئ بين normal distribution والstandard normal. normal distribution اللي قدامنا low average اللي هو 23. أنا أتكلم هنا على completion time. completion time is a normal distribution. الـ average بتاعه كام؟ أو المين بتاعه كام؟ 23. الـ standard region بتاعه كام؟ 1.4. طيب الـ standard normal distribution اللي هو بقى الزد. low average اللي بتاعه كام حد يفتكر؟ zero. طيب الـ standard division بتاعه كام؟ إذن الـ standard normal هو ليه له جداول عشان هو حاجة واحدة. عشان هو حاجة واحدة. هو. الـ variable اللي هو بيتبع الـ standard normal لهه average zero. وله variance أو standard division بيساوي ايه؟ واحد صحيح. ماشر كده قدرنا نعمل له جداول. لكن الجداول ليش معمولة ليه؟ لأن كل normal distribution لو مين ولو average مختلف. مثلا هنا الـ completion time الـ average بتاعه كام؟ بتاعه عشرين. والـ standard division كان 1.4. أطوال الناس. وحدة معيرية بيقاس بالـ standard division. مش بيقاس بلا بالجنيه ولا بالـ يعني هنا الـ time بيقاس بالـ hours. أطوال الناس بالصمت وهكذا. الأوزان بالـ kilo gram. وانت ماشي بقى كده. وعداد قياس مختلفة. لكن الـ standard normal هي واحدة واحدة بس. بيقاس بالـ normal بالـ standard division. وبالتالي الـ standard normal distribution لو مين سابت صفر ولو standard division سابت 1. خلاص؟ هو ده اللي أنا إيه؟ عايز أروح أشرحه مدلوقتي. بس هكمل لك بس الدستائز دي واعين هديك details اكتر من كده. إذا أنا لو عايز أجيب الـ probability إن أنا خلص الـ project في وقت أقل من 24 ساعة. يبقى أنا عايز أجيب الـ probability إن الـ x أقل من أو يساوي 24. والـ x ده هو رمز للـ time بتاع الـ project completion time. فأنا عشان أستخدم عارفين لو أنا عايز أستخدم بقى الـ x دي. بعملها بالـ integration تكامل بتاع المعادلة بتاعة الـ normal distribution لي معادلة صعبة جدا. عشان تعملها تكامل صعبة قوي معادلة بتاعة normal distribution ليست سهلة معادلة ليست سهلة. عشان تعملها integration صعبة جدا. فأقل لك مبدل ما بعمل integration على الـ x؟ لا طمع أن أحاول الـ x إلى z وروح أستخدم الجادول أسهل ما يمكن. أرسل أحاول الـ x إلى z وروح أستخدم لي الجداول إن الجداول معمولة للزد مش الـ x. طيب إذا أنا عايز أجيب البرابيلتي إن الأكس لزا نريكوال 24 هنطبق المعادلة دي إن الزد بتساوي الأكس ناويس الميو على السيجما الأكس هي اللي 14 والميو اللي احنا شفناها في الصفحة اللي فاتت إلى 23 والسيجما اللي هي ال 1.44 إذا كان إن البرابيلتي إن الأكس لزا نريكوال 24 هي هي بالضبط البرابيلتي إن الزد حاول X إلى زد إذا اللي 24 دي تحولها إلى زد يبقى 24 مينس المين اللي هو 23 على اللي هو ال 1.4 يطلع لي بيساوي طبق إحسب بقى كلام ده 24.21 بواحد اسم واحد على 1.4 يطلع لك إذا لو أنا عايز أجيب البرابيلتي إن الأكس أهل من 24 هي بالضبط كأننا عايز أجيب البرابيلتي إن الزد أهل من دي ميها جداول دي مالهاش جداول خلاص؟ إذا من الأسهل هي دي موضوع الزد هكشف جداول وطلع الرقم لكن دي عايز لك نص ساعة بقى تعريق راح أجيب الانتجريشن من ماينس انفينيتي طبعا هنا الماينس انفينيتي بتاعت الـ time 0 يبقى هجيب الانتجريشن من صفر إلى 24 بتاعيه المعادلة بتاعت النورمال اللي هي نص مضروة في على سيجمة الكل تربيع الكلام ده مضروف في جزر سيجمة يعني معادلة كده حلوة ما شاء الله عشان تعمل لها انتجريشن صعبة جدا فتقعد فيها نص ساعة تقعد فيها نص ساعة لكن حتة التحويلة من X إلى Z دي في الجدول هتطلعك البرابيريتي لوقتي في ثانية خلاص؟ فلو أنا عايز أجيب البرابيريتي إن الزد أقل من بروح كده هفتح لكه الجدول بتاع اللي هو كان موجود في الكتاب بتاع هجيب لكم الكتاب آخر صفحة في الكتاب هو الجدول وأدي التكست بوكس أدي الكتب وده الكتاب بتاع ويلمستيبنسون اللي أنا أططولكه في مادة بتاعة لو كلكم طبعا درستو معي اللي ما درستو معي أكيد برضو هطوله نفس الكتاب أنا ما أعتقد يعني فأدي الكتاب بتاع ويلمستيبنسون هفتحه آخر اللي هي رقم 14 وهروح على آخر صفحة عندي في الكتاب آخر صفحة هو ده آدي آه النورمال دي سيبوش أنا قلت لسه بشرح في الطلبة بتاعت رقم بريشنز آخر صفحة في الكتاب الجلد ده النورمال ده الستاندرد نورمال بس همجلو عليه نورمال دي سيبوش بصة آه آدي المين بتاعه كم صفر عشان حيطة دي لوقت بس أجيب لك الآخر أعديك ديتيلز شوية أكتر من كده عشان نفهم الكامل ده الستاندرد نورمال الجدول ده بيدي الاريا اللي على شمال قيمة زد المجاب يعني كأن أها أنا هنا في المثال عايز أجيب ان الزد أقال لمن رقم موجب أقال لمن يعني نحد الشمال ورقم موجب أها الجدول عطوم مباشرة بيدي القصة دي لأن في جداول كتيرة جدا لنورمال في جداول ما بيديش الاريا دي كلها فالده لازم تخص على الجدول اللي انت تستخدمه حتة الزرق اللي مظللها فين هتلاقي في جداول بيديه دي يبقى أنا الجدول دي بيدي الاريا اللي على شمال قيمة زد المجاب ليه قلت الزد قيمة صفرة يبقى اللي عليمين ده موجب اللي على شمال ده سالب خلاص كده طب بيدي الاريا دي كلها يبقى طبعا اللي على الشمال يعني ليه زان يبقى هنا كاينة عايز اجيب ان الزد اهل منها يساوي رقم موجب زي اللي طلع لكده البرويلة ان الزد اهل من ورقم موجب بتكشف في الجدول مباشرة في جداول ما بتديش الاريا دي كلها بيدي لك من الزد لغاية الصفر بس إذا لو انت عايز لبقى ضيف نص لان الاريا كلها الاريا اللي تحت الكرف ده كلها بتساوي نص ليه لان الجدول اللي بيطلع لك الاريا من الصفر للزد هكليم بظل لك الحيط دي ازرع بس من الصفر للزد إذا نقل لو عايز البرويلة ان الزد ده اقلي مقيمة معينا الرقم اللي طلع من الجدول اضيف عليه اضيف عليه نص اضيف عليه نص ايمنى كده طيب تعال نكشف الجدول انا عايز اجيب البرويلة لو هي بوينت سبن زيرو يبقى هنأخد اول رقم ده بوينت سبن ا suggestions اللي بعد ده الرقم العش التاني يعني البوينت سبن زيرو يبقى ده بوينت سبن تيون ده بوينت سبن تيو بوينت سبن تي سري وهي كبزا لغيا بوينت سبن تي ناين واللي بعد يبقى بوينت ايت وهي كبزا وانت ماشي ده تقسيمة الجدول ماش كده إذن اللي انا عايزه ان الزد اقل من او يساوي يبقى يطلع بكامل رقم اهو. ماشي كده? لو كان عايز اجيب البرابيلتي ان الزد اقل من وخلاص مفيش جنبها رقم عشر تاني يبقى اخضر الرقم الاولين تحت الصفرة. وده تحت الان يبقى تحت او يعني ازن اللي انا عايزة دي اهي. فانا خدت الرقم ده اهو. في السلايدز وحطيته كانت بوينت سيكس وان تو. اذا ما انا كده. يبقى البرابيلتي ذات. زي برابيلتي بي ساوي كام ستة وسبعين في المائة. يعني البرابيلتي ان انا خلص البراجيكت في مدة زمانية اقل من اربعة وعشرين ساعة احتمالها كان في المائة ستة وسبعين في المائة. في من الحتة دي جماعة? انا لسه هادي دي تيلز. انا بس عشان اقفل الحتة دي. قد عنده اي استفساد حتى الان? طيب هطلع كده بقى اي برا? على البورد. هادي لك بس شوية دي تيلز كده اي عشان برده نبقى فاهمين الدنيا ماشية الزكة. بص كده اجمال. لو انا عندي الاكس. اي فاريبيل. اطوال الناس. الكمبليشن تايم بتاع البروجيكت. خلاص? ده عبارة عن نورمال. احنا عارفين ادي الشكل العام بتاع النورمال. بالمنظر ده. خلاص? المين بتاع بيقى هنا. ده الميو. بستاندر ديفيجن معين. احنا مزقون من الكالندراتي على الكمبليشن تايم. خلاص مين بيسوي كم? اتعاشرين. خراص? احنا بيقولك ان الاكس. بيتبع. النورمال ديستيبوشن. بمين ميو. ويه باريانس سيجما سكواري. ده ما نكتبك. يعني كده ايه ده? كده ايه? مصطلح كده بيستعملوه في الاسلاسك. الاكس. is is discripted as. نورمال. العلامة دي. اللي التل دي دي. بنراها discripted as. نورمال. ده حرف الان. كنت بياني. مش بياني انه هو انشاء. بعد الهالكو كده حبة. انت بياني انها ان. اه. دي. حرف الان. احنا. وهارجع تاني. اكتب ادي. ان. عشان بكتب بيدي في. يبقى الاكس. is discripted as. نورمال. تمام? النورمال له بارامتر. ايه. دي سوشن له بارامتر. زي معنا. النورمال دي شاء الدراسة بتاعته ايه? المين والفاريانس. المين. يعني كتب بدلائي دي. المين والفاريانس. مش اللي standard division. خلاص? فقدر اقول ايه? ان الاكس. اطبق بقى على المثال بتاع ان الاكس. discripted as normal. المين كام? 23. وفاريانس كام? اتنين. احنا تكتب تكتب. يعني الاكس. اللي هو المشروع. خلاص? is a normal distribution with mean 23 hours. واتنين. اه. الفاريانس بتاعه بيساوي اتنين. يبقى هنا الميو بيساوي ترات عشرين. والفاريانس بيساوي ايه? بيساوي اتنين. خلاص كده? النورمال دي شوشن. لو سموه نورمال. لانه زي ما قلت معظم الظواهر الطبيعية بتاخد الشكل ده. معظم الظواهر الطبيعية بتاخد شكل normal distribution. خلاص? اول حاجة ان الاريا او total area تحت الكيرف ده. ما له? بتساوي واحد صحيح. يبقى total area بتساوي واحد صحيح. هادي اول ايه? اول معلوم. طيب. واني دايما البروبيريتيز هي عبار عن الاريا under the كيرف. البروبيريتي دايما هو رقم من صفر الى ايه? الى واحد. وبالتالي لو انا عايز اجيب البروبيريتي ان الطايم يبقى مثلا من تلاتة وعشرين ليه? سبع عشرين? يبقى انا عايز اجيب الاريا دي بالظرط. يبقى انا لو عايز اجيب البروبيريتي ان الاريا دي. طب لو انا عايز اجيب البروبيريتي ان الطايم يبقى اكتر من سبع عشرين. يبقى الاريا دي. عايز اجيب البروبيريتي ان ايه? الطايم اقل من تلاتة وعشرين. يبقى الاريا دي. ايه? دي كان بنص. ليه? لان الاريا كلها بواحد صحيح. والميو في النص بالظبط. يبقى اللي علاش مال الميو بنص? واللي علاش ايمين الميو بنص? اذا الاريا من ثلاثة عشرين إلى سبع عشرين أكيد أقل من النص. وكذا وانت ماشي. فهمنا كده يا ما? دي الفكرة. طب طب ليه? لو انا عايز اجيب الاريا دي رازت بتجيبها ازاي? بتاخد من قيمة الاي للبي حسب انت الاي بالكام والبي بالكام بتاع المعادلة بتاعة الاي النوم بدي بسيش الاي الف وباكس دي اكس. ودي زي ما قلنا صعبا. الانتجريشن صعبا ما السهل. طب قال لك ايه البديل? قال لك البديل هنحول النورمال الى ستاندرد نورمال. يعني ايه الكلام ده? يعني تعالى كده بص احا. احنا قلنا ان الاكس احا. الاكس. دي ستريبتد نورمال. بيمين ثلاثة عشرين. وباريانس اتنين. خرص? فلما تيجي ترسمها كده اهو. بعد الميو بتساوي الثلاثة عشرين اهي. الديسيشن ده بيناظره الستاندرد نورمال. الستاندرد نورمال اللي هو الزد. خلاص? الستاندرد يبه الزد. يعني الزد. الزد is a normal decision. بيمين زيرو. وستاندرد ديفيجان او خلاص? يبه هنا الستاندرد ديفيجان. والفاريانس متساويين لانه الواحد. تمام? والمين بتاع بكام بزيون. لما تيجي ترسم ده بيطلعي? بيطلع نفس الشكل اللي فوق ده. نفس الشكل اللي فوق. انا بس اصغر للفوق شوية. اهو. اطلع بالشاشة جهو بسنة. اهي. عشان ارسم التاني. اهو. الستاندرد نورمال هو هو نفس الشبه. اهو. بس اصاد الثلاثة عشرين ده اللي هو المين هيبه هنا ايه? صفر. ده زد ده اكس. الاكس اللي هو الطايم بياخد الشكل ده بمين تاتة عشرين. اما تحول الاكس الى ستاندرد نورمال. يعني من اكس الى زد. هيبه ياخد نفس الشبه بالضبط. تمام? بس بدل التاتة عشرين يبه كان صفر. صفر. وبالتالي يبه الستاندرد نورمال ديسيبيوشن هو له مين ثابت زيرو. وباريانس ثابت وان. لكن الاكس اطوال الناس الطايم الكلام من ده. ليها مين مختلف? وليها مختلف. اذا انا هنا. لو عايز فيه. الاكس. عايز اجيب البرابيليتي ان الطايم او ان الاكس بتتراوح ما بين اي رقمين. مسلا اه من اي الى بي. اها. ادي نفطر ادي الاي. وادي بي. يبه. الاريا دي. راس كده. طب دي بتنانظر اي هنا على الزد. اها. لو الاكس بتساوي ايه. يبه زد دي بتساوي ايه. هتساوي الاي. مينوس. الافرج. على الستاندرد دي بيش. بس. يبقى الاي. هنصغر برضو شوية. عشان نطلع الحاجة دي فوق. اهو. ايه. نطلع. بيستاشى فوق شوية كده. اهو. طب الاي هنا. بتساوي ايه. هتحول من الاكس الى زد. يبقى الاي. ناقص المين اللي هو الاريا دي بالزبط. هي نفسها الاريا دي بالزبط. دي هنجبها بفوق. بالانتجريشن. اللي هو الانتجريشن. من اي. الى بي. بتاع الفنكشن. بتاع النورمال دي سيشن. بالنسبة اذا اكس. ويدي تقعد فيها نصف ساعة. على الال. وهتعملها غرض في الداخل. خلاص? دي هنعمل ايه? رح اجيبها من الجادر. رح اجيبها من الجادر. خلاص? ان الاريا دي ادي دي بالزبط. هو الاريا under زي ايه? زي كيرف. فيه من كده? طب. الجداول. عندك بقى زمانة كازا نوع من الجادر. في جداول بتدي الاريا ما بين رقمين. يا في جداول على طول مباشرة تجيبلك الاريا من ايه الى بيك على طوب. وفي جداول بتدي الارية اللي على الشمال بس وفي الارية اللي عليمين بس وفي الارية ما بين الصفر والقيمة اللي انت عايزها اشكال كتير من الجدول عشان كده لما تيجي تكشف في الجدول يا جماعة خد بالك انت بتكشف انهي جدول يعني فيه جدول الرقم اللي بيطلع بي هو ده اللي انت عايزه وفيه جداول الرقم اللي يطلع بتضيف عليه نص فيه جداول الرقم بيطلع بتطرح منه نص فانت لازم تعارف انت انهي جدول بتستخدمه بتعرف منين؟ من الرسمة الموجودة فوق الجدول. خلاص؟ اسهل جدول اللي هو موجود في الكتاب ده. اللي هو بيدي الارية اللي على الشمال كلها. اللي بيدي الارية اللي على الشمال كلها. فحاول لما تيجي تستخدم نور دور على الجدول ده. ده اسهل جدول فيهم. اللي هو ايه? زي ما احنا شايفين كده. رسم لك قادر رسمة اوه. وحطط لك هنا الزيرو عشان standard normal. وكاتب لك هنا قيمة زد. ومظلل لك الارية دي. يعني معنى كده ان الجدول ده بيدي ايه? بيدي الارية اللي على شمال قيمة الايه? قيمة الزد ده كلها. يعني هنا كأنه فيه minus infinity الى الزد. خلاص؟ كأنه بيجيب الايه? الانتجريشن من minus infinity الى ايه? الى زد. فدي اسهل انواع الجدول. هتلاقي فيه جدول تاني. اتخلي بقى منه. هتلاقي عمل لك كده. عشان standard. حطط لك هنا الزيرو. وكاتب لك هنا قيمة زد. وايه? ومظلل لك دي بس. يبقى معنى كده ان الجدول ده لو انت استخدمته. خلاص? هيدي لك ايه? هيديك الحتة دي بس. افريد انا عايز البرابيليتي زي ما قيبنا من شوية. افريد انا عايز اجيب البرابيليتي. ان الزد ده اقالي من ال point seventy one. يبقى كان مثلا ايه? هكتب لك هنا ادي. كان زد هنا point seventy one. فانا لما رحت على الجدول مباشرة اعطاني الرقم ده على طول. اللي هو طالع point سبن سيكس. اعتقد two one. انا شوف كده الرقم. اه. اه one one. فالجدول اهو اطلقت الارية دي. وهي دي اللي انت عايز. عشان اعايز البرابيليتي ان الزد اقالي من point seventy one. ادي الpoint seventy one على اليمين اللي ايه? الصفرة. يبقى انا عايز الارية دي كلها اللي انا مظلل. فاخدت الرقم من الجدول واعتبرتو انه ده البرابيليتي المطلوب. البرابيليتي ان الزد اقالي من او يساوي point seventy one. طب هنا. لو انا عايز اجيب اهو عايز اجيب البرابيليتي. اهي. هنحط الزد اللي دي بتساوي point seventy one. عايز اجيب البرابيليتي ان الزد اقالي من الpoint seventy one. فلما هتروح على اللي هيطلع لك من الجدول. هيطلع لك حتة دي بس. يبقى لازم او اضيف على ايه? اضيف على نص. يعني كان دي بتساوي point five. انت هتضفها من عندك. زائد الرقم اللي هيطلع. زائد الرقم اللي هيطلع. اللي هو هيطلعي point two. اه. 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 بحيث لما تجمع دي على النص يطلع لك. لما تجمع دول اطلع لك اه. point seven six one one. مش كده لازم اتخلي بابي. ممكن 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 لحظة كده بس. ايه الفرما بين اليمين والشمال دس? النص يعني الشماء اليمين بقى اه او من قرين النص زائد الاحتمالية بتاعة لغاية الزد. سواني هقول. دلوقتي انت لما تيجي اه تكشف في جدول normal decision. فيه اربع انواع من الجدول. خلاص? طب انا عايز اعرف هو انه نوع اللي انا بستخدمه. تبص على الرسمة اللي هو موجودة فوق الجدول. خلاص? الرسمة اللي فوق الجدول دي معناها ايه? معناها ان الجدول ده بيدي الاريا دي كلها. من الزد لغاية المينس انفينت لغاية الاخر خالص. خلاص كده? فده اللي انا رسمه على الشمال. احب. فلو انا عايز اجيب لو زد بتساوي لو انا عايز اجيب ان الزد اقل من او ساوي اه معناها ان انا عايز الاريا اللي انا بظللها دي كلها. مزبوط. يبقى تروح تكشف في الجدول الرقم اللي يطلع يبقى هو دي الاريا اللي انت عايزه. فانا لما رحت على الجدول اهو. رحت عند عند نزلت كده لغاية تمام? هي يبقى انا هامش لغاية دي ايه? لغاية الان. فطلقت الاريا دي كلها المتظللة دي. خلاص? بتساوي بوينت سيكس وان وان. دي البروبيلتي ان الزد اقل من او يساوي بوينت سابنتي وان. طب بفرد انا عايز الايه? نفس البروبيلت ده هو هو. بس رحت على الجدول لقيت الجدول مظلل للحتة دي بس. يعني معناها ايه? يعني الجدول بديك الحتة دي بس. بس انا عايز كله. انا عايز دي كمان من ضمنهم. ليه? لان انا عايز الاريا دي كلها. ما البروبيلتي ان الزد اقل من بوينت سيمنتي وان معناها من البوينت سيمنتي وان وتنازل لغاية المعنس انفينتي. بس الجدول مش بديك دي كلها. ده بديك الحتة بس اللي هو مظل الهرك بالازرق دي. فعشان كده لازم نضيف عليها ايه? نص. ان الحتة دي بنص معروف. اهي. دي بوينت فايف. لان الاريا يقول لها بواحد صحيح. اللي على شمال الصفر بنص. واللي على يمين اللي ايه? الصفر بنص. فلو انا عايز اجيب البروبيلتي ان الزد دي قال من البوينت سيمنتي وان. ولقيت الجدول اللي عامل لك الحتة دي بس. يبقى الرقم اللي اللي اطلع من الجدول تضيف عليه نص. فاللي انت هتلاقي في الجدول ايه? هتلاقي الرقم ده. هو ده اللي هتلاقي في الجدول. اهو. لو الجدول اللي عليه الرسمة دي. مش هتلاقي بقى الرقم اللي انا طلعه اللي هو طلع بوينت سيفن سيكس وان وان. لا. هتلاقي الرقم اللي في الجدول. تجي انت تضيف عليها ايه نص? عشان يطلع لك البوينت سيكس وان وان. عشان كده نصيحتي لما تكشف في الجدول بتانه حاول تدور على الجدول ده. اللي على الشمال. عشان ما تلعبطش لنفسك بقى نضيف نص. ولو نطرح نص الكلام من ده. دور على الجدول اللي من النوعية دي. اللي هو الكتاب بتاع الاوبريشنز مستخدمة. لو انت دورت على جدول تاني في اي كتاب تاني ممكن يجاب لك الجدول اللي بقول لك عليه. عشان كده بقول لك بس خلي بالك لما تيجي تكشف في الجدول. اتأكد ان بيدي الاريا اللي على الشمال. ان الساعات في جداول. ليه بيدي الاريا دي? الحتة دي بس. هو متظهر للكت. ساعات جدول يدي اللي على الشمال بس. فانت لازل تاخد بالك انت بتستخدم انهجات. ده اللي انا عايز بس اقوله في الحتة دي. فانت عشان تمشي على نفس الابروتش اللي انا عملته. اتأكد الرسمة دي اللي على الشمال هي اللي على الجدول اللي انت بتستخدم. او بمعنى اخر دايما نستخدم الجدول ده اللي في الكتاب ده. بس خلاص عكد. ما تضواش لعب جدول تاني. فيه جدول كتير. فيه جدول كتير. بس دي الفكرة اللي انا عايز اقولها حتة اللي ايه الجدول. ان ده بيطلع الرقم اللي اتود بيهو ده اللي انا عايزه. التاني لازم تضيف عليه نص عطي اطرح نص حسب الكيس اللي انتعايز. طب دكتور هو مش بيطلع لي بتاعت يعني? ولا لازم انا اعملها ماني ولا اطور. مين اللي بيطلع لي? لا لا ما بحساء rods. أني اعسب ايضاφ ايضا Coca? بس مش في الحتة بتاع تالك. هو موجود فيه normal depression وازاي يحسب به هورها لك انا. يعني هورها لك على ازاي تطلع من الصفتوير. بس في حتة تانية تقش على normal depression وازاي يحوري لك انا انا بتعمل ازاي? ويتتديله مين? وتتديله. هي هو رحة كتشوى لك لزنة ويطلع لك الرقم النهائي هو بقى كشف فعيني جادر مناش داعه كشف الجادر على الشمال ولا الجادر العليمين مش هتفهو بديك القيمة النهائية وهو فيه جادر موجود هوريقولك برضه عشان تعرف برضه هو بيكشف فعيني جادر موجود الكلام ده فيه الـ pump QM في حتة بس الـ normal هوريه لك ان شاء الله يعني هو مفهوش الحتة بتاعة مفهوش جزئية ان هو بيطلع الـ probability هاخد انا بقى المين اللي هو حسبه والـ variance اللي حسبه اروح في حتة تانية اروح احسب بقى الـ probability اللي انا عايزه اعتبرك تمام لكن الـ probability موجودة يعني الـ probability موجودة بس موجودة في حتة تانية ملاقش علاقة بالحتة بتاعة الـ بيرت دي خالص فيه منك كده يا جماعة الكلام ده تمام طيب خلينا بقى في الجدول اللي احنا بنستخدمه برضو عشان نبه فاهمين اللاجك خلنا في الجدول اللي احنا بنستخدمه عشان نبه فاهمين اللاجك انا وريتك دلوقتي ازاي يجيب الـ probability in the completion time اللي من اربع عشرين يعني انا عايز اجيب الـ probability ان انا اخلص الـ project within 24 hours فاهمنا على طول عملنا الكلام ده الـ probability هنفترض من الـ x هي الـ completion time هنجيب الـ probability in the x less than or equal 24 هي الـ equal دي لازم نحطها مش لازم لان اي continuous distribution الـ probability بتاع الـ equality بصفر يعني الـ probability in the x اقل من 24 هي نفسها الـ probability in the x اقل من اي وصفر 24 اذا تحط الـ equality و متحطاش مش فارغ لان الـ probability in the equality نفسه بزيرو اذا وبالتالي ضرفنا زيرو طرحنا زيرو الموضوع ما بايه ما بيطر اقصاش اذا اللي انا طالبه عايز اجيب الـ probability ان انا اخلص الـ project within 24 hours يعني كان عايز اجيب الـ probability ان الـ x اقل من 24 ساعة فدي لو انا بدرس بقى كرس الفرابيليتي للطالة فبيعمل ايه? هيقول ده بيساوي الفرابيليتي ان الزد كده ايه انا حاولت ال اكس الى زد ليه ازاي نوريكل طب عشان تحول ال اكس الى زد لازم تطبق المعادلة بتاعت الزد على الرقم ده فابتاخد ايه? ادي التوينتي فور ماينس المين اللي هو التلاتة عشرين على الستاندر ديبييجان اللي هو يبقى ده كأنه بيساوي ان الزد اقل من ايه يساوي اقل من من غير يساوي خلاص كده? دي بتروح تكشف عنها في الجدول على طول مباشرة بس. لازم يبقى لزان او لزان يعني ورقم موجد. فانا ليه قلت خلاص? عشان الجدول الى انا يستخدمها يدي البروبيرليتي ان الزد اقل من رقم موجب. مش معنى قلوة اقل من الارعيه العشرو مان هنا الático. واللي عالمين ده اكبر مزبوط مزبوطش تعرفين ايرقام مانarnos مش مان المين. اذا الارعيه المزلالة دي دي البرويلتي ان الزد اقل من رقم موجب. فلازم قابل ما اكشف في الجدول لازم ما اوصل للحيته دي. البروبيرليتي ان الزد اقل من رقم موجب. فروحنا اكتشفنا في الجدول مباشرة? طلع لي وبالتالي قلنا ليه بتساوي? يقدر نعبر انا بشكل نسبة موية. اهو. ستة وسبعين في المية. معي الغد دلوقتي? طيب. طب افرد دلوقتي. كنت انا عايز اجيب كده. دي احنا طبعا عشان اه للتسهيل على الطلبة. اما اوصل ان الزد اقل مني او ساوي دي بنسميها بيكتبها كده. بوينت سبنتي وان. اروح اكشف كده اللي عطول. طب ايه راي بص كده في الشكل ده. افرد انا عايز اجيب دلوقتي. بقول لك هاتلي. ان انا خلص ده وذين اتنين وعشرين ساعة. او عشرين ساعة اي رقم. ان انا خلص ده فاقل من عشرين ساعة. انا شوف ايه طعم ضعيف. خلاص? يبقى لو انا عايز اجيب ان انا اخلص في كام عشرين ساعة. اي رقم بقى? بس انا المرة دي هحط رقم اقل من الثلاثة عشرين. عشان اطلع لي نيجاتف. واشوفك بقى هتتصرف لي ازاي تلنيجاتف دي? احا. لو انا عايز اجيب ان الاكس ليس زان مش فارقة بخلاص معنا في منها. طب ده بيساوي. هيساوي. ان الزد. اه اللي من او يساوي. انا ما حطيت بدل الاكس زد. طب المعادلة بتاعت الزد. ان الاكس زد بتساوي اكس ناص ميه على سيجما. خلاص? يبقى هنا عشرين. ناصل الافريج اللي هو تلاتة عشرين. على. خلاص كده? يحسب الحزب بقى دي. انا اتأكد بس ان السيجما مزبوطة كده. اه. تمام? مزبوط. تعال انا احسب بقى الكلام. احسب لي كده ده هيساوي ايه? ان الزد. هيطلع رقم ايه? سالب. مش موك. خلاص? يبقى انا هياخد او. عشرين او ثلاتة عشرين بمينس ثلاتة. مينس ثلاتة على ون بوينت فور. يبقى ثلاتة على ون بوينت فور. وان فور. يطلع كده. مينس. تو. رقم ايه عشرين كفاء? تولف. وقلتي ان الزد قال لمن او يساوي مينس تو بوينت تولف. هو الجدول فيه مينس. تعال كده روح الجدول كده. طلع لي كده رقم مينس. الموضوع تكشف عنه? بفيش. الزد بدأ من صفر? ليه بدأ من صفر? للي هم يجيب الارية. اللي على شمال قيمة زد الموجبة. وبالتالي بتأنا من صفر لغاية الانفينيتي. الانفينيتي هتلاقي فور. اخر حاجة فور. الجدول طبعا ما بيكملش لغاية فور. بص الجدول. اخيرها فين? انت لو جرت بقى الكتاب جدول كامل هيوصل لغاية الفور. بص بدأ انا كل مدى بنقرب من واحد. عارف لو نزلت بقى سري بوينت فايف وانت ماشي لغاية فور. الرقم اللي في الرقم في الاخرى هيبقى كام? واحد صحيح. واحد صحيح. بص كل مدى عمين نقرب من واحد. بص عدد التسعات بيزيد. تلت تسعات تمانية. رقم بعد تلت تسعات تسعة. وانت ماشي كده عدد تسعات في زيد زيد لغاية اخرك اخرك الوان. اخرك الوان اللي هي الارية كلها. ده بيحصل عند الفور. ده بيحصل عند الفور. طب ازن الارقام اللي قدامي بفهش ولا رقم نيجاتف. طب الجدول ما بيقديش نيجاتف. خلاص طب نعمل ايه? نتصرف فيها ازاي? تعال كده بص ايه? نرسمها دي. اخدها كده في صفحة جديدة. انا وصلت لغاية البروبيلتين للزيد. اهل من مينس تو بوينت تولف. هنبدأ بيها ونشوف الشكل تاعة عامل ازاي? بان اهو. عايز اجيب البروبيلتين. ان الزيد. لزيد. مينس تو بوينت تولف. تعال نرسمها دي. هرسمها لك كده اهو على جانب. الصفرة. عادة كان على الستاندرد نورمل. زيد. مينس تو بوينت تولف على الشمالة في الحتة دي. مينس تو بوينت تولف. ازان انا عايز اقلي مينيب انا عايز الاريا دي. براس كده. هل الجادر بيدي الاريا دي? بص على الجادر ما بيديش. الجادر هو. واضح وصريح. الجادر بيدي القيمة اللي على شمال قيمة مجابة وليست سليمة. على شمال قيمة مجابة وليست سليمة. طيب هاجيبها ازاي بقى دي. طب تعال نستغل كده. الخصائص بتاعة النورمال دي سليوش. ما هي الاريا دي? هيا بالزبط. الاريا دي. هذه الصفرة هاو. هيا دي. هيا دي بالزبط. بس القيمة ايه المجابة. دي. هي دي. عشان هو سيماتر دي سليوش. يبقى الاريا اللي على شمال مينس تو بوينت تولف. هي نفسها الاريا اللي على يمين تو بوينت تولف. انه سيماترك. طيب. هل الجدول بيدي دي? اللي علي مين? لأ. الجدول بيدي اللي على الشمال. طب تعمل ايه بقى? ما هي دي? الحتة دي بتساوي واحد نقص الاريا اللي على ايه? اللي على الشمال. خلاص. ازاي ان تريد تقول ايه? ان البربائلتي ان الزيت ده قليل من مينس كاس. اللي بدي على طوال بتساوي واحد نقص. البربائلتي ان الزيت اقال لمن تو بوينت تولف. اهو. بها السجنة. يبقى انا لغيت النيجاتف بيه بواحد مينس. ليه? لان النيجاتف دي دي الاريا دي هي اللي علي مين دي ديها دي. طب اللي علي مين دي بتساوي واحد نقص الاريا لع الشمال. والاريا لع الشمال ان الزيت ده اقال لمن تو بوينت تولف. ودي اللي بيديها الجدول. يبقى كأن بحول الحاجة الى حاجة الجدول يقدر يديها لك. حاجة الجدول يقدر يديها لك. فالجدول ما بديش اللي على شمال القيمة سالب. يبقى تعملها ايه? حاولها الى واحد مينس شمال القيمة الموجب. بس خلاص الموضوع. يبقى كأن البرابيليتين الزيت اقال لمن مينس تو بوينت تولف. ده بيساوي واحد مينس البرابيليتين الزيت اقل لمن التو بوينت تولف. ولغينا الاشارة السالبة بحيطة الواحد ايه? الواحد مينس. فيه من الكلام ده? اذا تقدر طول قواعد عامة ايه? عشان تكشف في الجدول. الجدول اللي انت هتستادمه. اللي هو ده اللي بيدي الاريا اللي على شمال القيمة الموجب. هديك بقى القواعد. اذا لو انت بتجيب البرابيليتي ان الزيت اقل من اي رقم موجب تروح تكشف كده اللي اتوقلي. خلاص كده? يبقى انا لو بجيب اهو القواعد او القاعدة. لو انا عايز اجيب البرابيليتي ان الزيت اقل من مين. طبعا يساوي ميساوي مش تهم. رقم موجب اي حاجة موجب. دي تعمل ايه? روح الجدول. خلاص? هتجيبها من الجدول العطول مباشرة. ما فيش اي تحويلة. خلاص خدا? قاعدات تانية. لو انا عايز اجيب البرابيليتي ان الزيت اقل من برضو بس رقم سالب مش موجب. يبقى دي بتساوي. واحد ناقص البرابيليتي ان الزيت اقل من الرقم الموجب. ودي تكشف عنا ايه? دي من الجدول خلاص? طول لي اطلع اخد واحد ميس. خلاص? طب رقم تلاتة. لو عايز اجيب البرابيليتي ان الزيت اكبر من بقى مش ازغر. رقم موجب. هتساوي على طول واحد ناقص الفرابيليتي ان الزيت اقل من الرقم الموجب. يبقى الجريتر زين حاولتها الى للزين بواحد ميس. خلاص كده? اخر حاجة ممكن انت قابلك ما انت ايام هتجيب البرابيليتي ان الزيت اقل من رقم موجب. اقل من رقم سالب. اقل من رقم موجب اقل من رقم سالب. اخر واحدة بقى اللي هي رقم اربعة. الفرابيليتي ان الزيت اقل من رقم سالب. خلاص? انت بس كان ال 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 احنا نقاعد عشان نكشف الجدول. لازم تبقى اقل من رقم موجب. القاعدة عشان تكشف الجدول ده. اي جدول ثاني الدنيا تختلف. لازم شوف الجدول بولك علي. عشان نكشف الجدول اللي احنا هنستخدمه. لازم تبقى الزيت اقل من رقم موجب. لو كده اروح اكشف الجدول هتقول. طب لو زيت اقل من رقم سالب. يبقى واحد ماينس. وتروح تكشف الجدول. طب الزيت اكبر من رقم موجب واحد ماينس. طب الزيت اكبر وسالب. مرة واحد ماينس عشان الجريتر زين. ومرة واحد ماينس عشان اللي الزين. اللي اتنين هيروحوا مع بعض. اذا دي هتطلع على طول الفرابيليتي ان الزيت اقل من الرقم الموجب. مش محتاج وحيب بقى هنا. دي قواعد عشان تكشف في الجدول. اه شامعه ؟ هقاعد عشان تكشف في الجدول. أها. يبقى لو اعيز اجيب اقال من رقم موجب روحها الجدول. عايز اكشف. عايز اجيب اقال لمن? بس سالب هتقلبها واحد ماينس siis اقال من الرقم نفس الرقم الوجب هو. هو. وتروح تكشف على الجزء الموجب ده واللي يطلع تاخد واحد ماينس اللي طلع يدقي اللي هي. البروبيريلة اللي انت عايزة ولو جريтер زين تتحول جريتر زين إلي الثين بواحد ماينوس طب لو جريتر زين ونيجاتف يعني حاجتين محتاج مرتين مرة عشان نلغي الجريتر زين ومرة عشان نلغي النيجاتف الواحدين دول بيطلع بيروحوا مع بعض هترسف الآخر إن الزيت لو أكبر عن ساوي الرقم سالب كانها بتساوي الزيت أهل من الرقم اللي قطعه كثيرا وتكشف الجادر وطلع له فيهمنا الرؤول زي دي جماعا فيهمنا الرؤول زي الكلام ده مش موجود في الـ Powerpoint لين ان الـ Powerpoint بتفترض انك عارب Proabilities بتفترض انك عارب بس انا كتبتهم هم عشان انتم بعارف القصص دي مشي ازاي والتالي تقدر تحل بقى اي مسالة على الكلام ده الفاضل بقى بس اخر رقم 5 والاخيرة اهي بص بقى ايه اخر واحدة انا ممكن حتى اصغر دول شوية عشان اكتبهم لك كلهم في صفحة اه ايه هنطلع كده فوق سنة ونديها تكبيرة سنة ونوديها يمين كده ونكتب لك الاخيرة بقى تعالى اخر بقى حاجة اللي هي رقم 5 لو انا عايز اجيب ايه عايز اجيب هو لازم اقول لك ان انا اخلص البروجيك في اقل لمعشين يوم او اكتر معشين يوم لا تضعنا بين رقمين بقى لو انا عايز اجيب اهو او انا عايز اجيب البرابيليتي ان الزت انا محتاج بس صغر كمان سنة عشان ايه تكفي المكان بس اهو كده هيكفي عايز اجيب بقى البرابيليتي ان انا خلص المشروع ما بين خمتين يعني في عايز بقول لك ايه البرابيليتي ان انا خلص البروجيك ده في زمن يتراح من عشرين الى خمسة عشرين ساعة من عشرين الى خمسة عشرين ساعة اي رقمين اه انا سسميهم اي رقمين وليكن ايو بي بس ال ايو بي دي مش ال ايو بي بتاعت الابتوماستيك والبسماستيك خلينا بدل ايو بي عشان ما تطلغوطوش نسميه حاجة تانية يبقى البرابيليتي الزد تي وان و تي تو ان الزد اقل من الطايم الكبير اللي هو ناقص ان الزد اقل من الطايم الصغير اللي هو وتروح تكشف عنديك وتكشف عنديك خالص طب ليه كده هرسمها لكه عشان بقيل لك بس ليه الفكرة دي فهفتح صفحة جديدة هرسم لك بس الحتة لاخيانة انت دكتور لو كانوا بين رقمين مجبين ولا واحد مجب واحد سالب اي حاجة بقى مش تيفرق ما انت عندك الكوواعد بقى العامة السالب بتهيلبها على طول بالواحد مينس والجريترزان تهيلبها بالواحد مينس فاي رقمين ال2 سالبين ال2 مجبين هتبدأ تفوق بقى واحدة واحدة بس انا بوريك الفكة الاولانية الفكات التانية خلاص انت تعرف المينس بتعمل فيها ايه والجريترزان بتعمل فيها ايه خلاص؟ بص كده رسمتها ليه كده؟ انا افترض اهو. انا الرسمة بتاعتي اهو. انا عايز اجيب ده الاكس اهو. ده تلاتة عشرين. وعايز اجيب انه من عشرين. ده موجب عشرين طبعا. عند الاكس. ليه مثلا خمسة عشرين. انا عايز الارية. في الزد. هتبقى كده. الرقم هنا هيبقى سالب. عشان الزد زيرو. وعده يبقى مينس رقم معين. رقم معين. اي رقم. خلاص? مينس مثلا تي وان. وهنا بصد. انت الارية دي هي الارية دي. اذا انا عايز اجيب ان الزد واقع ما بين رقمين. اي رقمين بقى موجب سالب. مش فرق معاني. خلاص كده? ممكن تكون مش لازم من عشرين لخمسة عشرين. ممكن اعايزها من اربعة عشرين لسبعة عشرين. فهتبقى كله في الناحية الموجب. من عشرين لخمسة وعشرين واحدة في السالب واحدة في الموجب. من عشرين ليه اتنين وعشرين. الاتنين في السالب. حيث السالب خلاص فيهمنا بنتعامل معها ازاي? المهم الدولة انا عايز اجيب البروبيلتي. ان الزد. واقع ما بين رقمين. اهو. الزد واقع ما بين رقمين. اي رقمين. موجب سالب مش فرقة معي الدولة. خلاص? اهو. الزد. اكبر من. طايم النظر عن الاشارة. يبقى ده على طول بتتفكي ازاي بتتساوي البروبيلتي ان الزد اهال من الكبير. اللي هو تي تو. ناقص البروبيلتي ان الزد اهال من الصغير اللي هو تي وان. خلاص? لو لقيت بقى واحدة من هم سالب بتفكيها بواحد ماينس. نصغر شوى عشان ايه? اعرف اكتب. اهو. ايه ده. ايه. بقى بسنا. خلاص? عشان نعرف نكتب. وارك ده على كتابة ثاني. يبقى هنا الزد ده قال من تي وان. واحدة منهم سالب تيليب على طول واحد ماينس. يعني افرد بقى ايه? اه تي وان ماين بالنيجاتف. يبقى دي. تيجي فى تحكوص كده. وتبقى واحد ماينس. الزد ده قال من موجب. وهاتذ. الاتنين بالسالب. الطبع الاتنين ماينس. الاتنين موجبين. خلاص. مش محتاج واحد ماينس تكشف على طول. خلاص. حسب بقى أنا بقى. ـ فيه من القصة دي؟ انا بكتك. بكي ببكتك. بككلم. عز �ان ما بين رقمين. الرقمين الموجبين. هتكشف على طول. الرقمين سالبين. هتحول كل واحد الى واحد ماينس واحد موجة واحد سالب ابو ماينس تحول اذا لازم قبل ما تكشف الجدول لازم يكون تقال من رقم موجة وشفنا التحويل ازاي لو الرقم نيجاتف يليفه بواحد نقص لو العالمة جريتر زين يليفها بواحد نقص جريتر زين ونيجاتف قلنا الاتنين بيروحوا مع بعض يبكانها اقل من رقم موجة في منها كده يا جماعة قد عنده اي استفسار في الكلام ده يبقى دي القواعد ازاي هتكشف فيه الجدول بافتراض انك هتستهدم الجدول ده اللي انا بقول عليه جدول تاني ليه قواعد مختلف عشان كده ستثبت لنفسك جدول ما تكشفش بالجدول غير ما يبقى بالمنظر ولا عايز بقى اللوجيكة لازم وفهم طبعا الفكرة بتاعت الجدول ده لكن زي ما قلت اكتفي بجدول انا ليه انا عشان انا درستي قبل كده كتير فحسب حسب الكتاب المقرر بلاقي فيه الجدول ده بلتزم بيه عشان ما يجبش للطلبة جدول غير اللي هم عندهم في الكتاب فلاقي بقى الكتاب بيدي الارية على الشمال الارية على مين رقم موجب رقم سالب القصد دي انه فيه جداول تلاقي الزلد كلها ارقام بالسالب بدل بصفر ماينس بوينت وان فيه جداول كده فيه جداول مجاب يعني فيه فيبقى تراقي بس الجدول اللي انت هتستخدمه عشان تكشف صح فهمنا الجزية دي يا جماعة حد عنده اي استفسار في الكلام ده وبالتالي اقدر احسب اي حاجة تعالى مثلا لو انا عايز اجيب تعالى احسب دي احا عايز اجيب بتاع المشروع خلاص هيبقى عشرين الى خمسة عشرين خلاص عايز اجيب احا صفحة بقى جديدة اهي يبقى على المثال بتاعنا عايز اجيب الات عايز اجيب ان انا خلص المشروع ده في زمن يبقى انا عايز اجيب ان الاكس عشرين يوم وخمسة عشرين يوم خلاص كده هنعملها معكم بقى ايه للاخرة طيب يبقى انا هعمل ايه ايه يبقى انا هجيب حول الاكس الى زد لو اعدي زد واتطبق ايه المعادلة بتاعة الزد على الرقمين يبقى هنا عشرين مع ستلاتة وعشرين ايه الافريج او المين على وهنا نفس القصة هيبقى خمسة عشرين مينس ثلاثة وعشرين على صف الحزبة دي بدأ بيساوي probability in z range between الرقمين دو عشرين او ثلاثة وعشرين دي هتطلع بالنجاتف يبقى انا جلت لك هو واحدة موجة بواحدة خلاص يبقى دي يبقى هياخد مينس ثلاثة يبقى ثلاثة على one point four one four هيطلع لك اللي جبناها من شوية مينس اتنين point twelve هدو رقمين عشرين لان الجدول بيكشف عند رقمين عشرين خلاص وخمسة عشرين ناقص ثلاثة عشرين دي هتطلع بالموجة بيبقى هاسم اتنين على one point four one four الديني one point بالموجة بقى one point four one هذه طبقات عايزة اجيب البروبوليتي لزد واقع ما بين رقمين يبقى هتساوي البروبوليتي لزد اقل من رقم كبير ناقص البروبوليتي لزد اقل من رقم السباية ساعة نفس ده تقول الله طب قاتف واحدة جريتر زين واحدة ليه زين ايه طي راح تيبقى من الاتنين اتجاه واحد هوريه لك بالرسمة الاتنين دي بقى من اتجاه واحد هانا اخد الحتة دي في صفحة جديدة او صغر حتى احسن عشاني بقول له ايه قدامي في الحتة دي اهو طيب انا وانا بكتب بوسع على نفسي وبعد كده ايه ندعي الكلام شوية عشان الدنيا تكمل اهو بص كده كينا عايزي ادي اهو ادي بالرسم اهو لانا رسمت لك الرسم اهو ادي الصفر وده الوان وده الو انت والت البروية نزار وهو عن بين الان 200 واحد واحد ورمئة يعني انا عايز دي صح دي الارة انا عاييش دي ترجمة الكلام طب انت عندك الجادر بيد الارة لا خلاص اما الجادر بيد ايه الجادر بيدين الارة دي كلها خلاص كده من ده لغاية بالغاية دي بس والجدول بيدي دي كمان خلاص نحن يقوم بها بقى إلى واحد ماينس مش مساحة اللي في النص دي بتسوي الكبيرة نص صغيرة يعني الجدول بيدي الاريا من لغاية يعني لغاية هنا خلاص؟ والجدول بيدي الاريا الاريا اللي على شمال الرقم السالب هي اللي على يمين الرقم الموجب فهي هاي قادر اجيبها والاريا دي الإيريليلي في النص هي الفرق بينهم الثرق اللي بينهم عشان كده دي بتساوي الفرق اللي بينهم ده عبارة عني quer ده بيساوي البرابير update إن الزد أقل من الكبير بصرف النظر عن إشارته ناقص الصغير أقل من الرقم الصغير بصرف النظر عن إشارته الى ايه Solomon كبير اللي انا عمله هو ان الزيت ده يقالي من 1.4 والخط الصغير اللي هو الاريا ان الزيت ده يقالي من 2.12 دي هتجي من الجدول مباشرة خلاص مش محتاجة اي تحويل بدي هتروح تكشف في الجدول على طول وبدي هكشف في الجدول على طول سنة كده اهو اضطر لفوق كده وقالي سنة صغيرة اهو يبدي اذا ما هي دي مع الجدول على طول مباشرة اعود بس الى قلم شو نكتب اهو يبدي بتساوي ان الزيت اقل من 1.41 انا مجدش جانبها ليه عشان دي هتشوف في الجدول طب هل دي زيت ده قال من مينس ينفع في الجدول ما ينفعش شو كده دي هتحولها الى واحد مينس الرقم الموجود كده احنا جاهزين نكشف في الجدول بالتعامل حكي يبدي احب 1.41 يباروح على الجدول 1.41 يباروح على الجدول 1.41 يباروح على الجدول 1.41 تحت الواحب هذه ال 1.41 تحت الواحب تحت الواحب ده الصف وده الواحب يبقى انا عايز الرقم به 0.9 0.9207 احنا بان عروف كده يباروح على الجدول 1.92 0.7 0.7 مضموط 0.7 ناقص واحد ناقص 2.12 يباروح اكسب على 2.12 احنا ننزل تحت هادي 2 1.12 هادي 0 1 دكتور احنا سازم بس عشان الصلاة بس خلاص انا عين طيب خلاص معاش ناخد بتاع الصلاة وبعدين نرجع نكمل الى حتة دي تاني خلاص ناخد البريك بتاع الصلاة ونرجع بقى على معادنا اتنين وربع ان شاء الله هنبدأ بس باستاذ حسام الاول زي ما اتفقنا وبعدين نكمل المحاضرة بتاعتنا انا هقفل على كده ونشوفكم ان شاء الله على الساعة اتنين وربع تماما هادي اشتاخر عشان استاذ حسام يبقى معنا هشرح لنا الحتة بتاعت الارتفيش الانتليجنس ويمشي هناك ونكمل احنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة